شاومي نود سكس برو الموبايل ده حاسس ان هو عامل يعني اصارة للجدل في السوق المصري لان الناس معظم الناس قالت ان هو نسخة من النود فايف مفيش اي تغيير وليميج تجيبه ومالوش لازمة وبتاع بتاع بتاع ده حقيقة بداحقي جدا ومفيش اي انا اعمل في ده اصلا وطبعا انا عاوز اقول لكم ان انا اسف جدا عن الفيديو اللي فات والصوت الغريب اللي كان فيه وده بسبب ان المايك بتاعي للاسف اتحرق وده بيتصلحوا عاجات غرابة جدا ومسجل بالمايك القديم بتاع السيتب القديم وحوارات السنين بس ما علينا يعني الموبايل ده ممكن تبصوله بصراحة من وجهة نظري من زاويتين الزاوية الاولى زي ما معظم الناس بتقول ان هو شابه جدا من نود فايف ومفيش داعي النت التشتريه او كده الزاوية التانية ان انت تلغي خالص موضوع نود فايف ده من دماغك وتفكر في الموبايل لوحده مفيش اي موبايل نزيت قبل كده نفس الشكل ده وتفكر في الواحده هل هشتريه بقى ولا لا يعني مثلا تصميم الموبايل التصميم تقليدي جدا نشوف نقب كتير تصميم المعدني باللون اللي سود الكاميرا بتاع الموبايل على الجنب زي معظم موبايل 2018 ملمس التصميم بريميم شوية على فكرة بالنسبة للفئة الشعرية لكن مشكلة ان هو بيبصم بطريقة يعني جمدة جدا لازم دايما تفضل تمتها بالمندينة اللي فضلت زاهر طول الفيديو بتاع المرة فاتت لكن بالنسبة لشاشة الموبايل بقى فالشاشة هنا هي اللي عليها العين شوية في الفئة دي يعني بتاع تلاف وسبعممائة جنيه صعب ان انت تشوف الشاشة بناطش وبتاع وحفة تحت وبتاع حاجات ملاش هي لازمة طبعا تحفك كبيرة جدا دي ممكن تتشقل بكل بساطة بس برضو فئة السعرية حكمانة شوية الشاشة نقدر نقول عليها كويسة جدا بالنسبة للفئة السعرية بتاعتها كالوان وكاستخدام عموما ما وجدتش مع مشاكل فول اتش دي على حجم الشاشة ده كويس جدا مش مزعج قوي بالنسبة لي لان انا تعودت على شكله خلاص بس مزعج لان ما بيظهرش جنب واشعارات او حاجة مش في عمليه ما ان في مساحة او اه من ناحية بقى لو انت بتتفرج على حاجة او كده هل الناتش هيكون قطع منها هاني لأ بصراحة مش هيقطع منها خلاص لو انت عملت زوم سوما انت شايفين كده الجوم بتاع كريستان وراندو الجديد حاجة مدفعش اخيان بس ما علينا اه تقدر تغير الموضوع ده من الادات اعتقد وتخلي الناتش واكل من شاشة بس ما نصحش هاد دي اعمل حاجة زي كده اه من ناحية الصوت فصوته كويس الى اه مسمع برضو مع بعض الحالات كده داخرة في بعض وحاجات يعني مش تجربة صوت ممتعة اوي اه المفروض بقى ان انا اتكلم عن اداء الموبايل لوقتي طبيعي جدا بس انا مش هتكلم عنه هتجيله الاخر شوية علشان انا عاوز اتكلم عن حاجة مهمة جدا في الموبايل ده وهي اكيد كاميرات الموبايل فعلا شاومي مؤخرا بقى تعمل كاميرات غريبة جدا لان الموبايل بتاع 1700 جنيه عادي الكاميرا بتاعته بتطلع واحد من احسن البورتريت اللي بيشوفه في اي موبايل بفعل متوسطة حرفيا كمية ع العزل على الموبايل ممتازة جدا مفيش غلطات في العزل قليلة جدا الغلاطات هو العزل او باين هو فيك شوية بس مش مشكلة يعني في عزل وفي تحديد اطراف كويس بالنسبة للصورة العادية برضو شغالة كويس جدا شغربو بتاع بس ما بتقدرش تسيطر على الاضاءة مفيحاش دينامي كرينج كويس بالنسبة بقى الكاميرا الامامية فده بصراحة كويس جدا في الاضاءة كويسة ومشكلتي معها الوحيدة ان الزاوية بتاعتها ضيئة شوية يعني الصورة دي وانا فارد ايدي ف ده طبيعية جدا مفيحاش اي اندقاش بس زي ما انتم شايفين كافيه ديتالز وكويسة جدا في الاضاءة الليلية الكاميراتين بصراحة مش كويسين قوي نويز بقى او حاجات اداء الموبايل بقى اداء موبايل متوسط مفيش في اي جديد اه واجهة شاومي بس هيها اللي محسنة موضوع الاداء ده شوية من ناحية بقى التنقل بين التطبيقات مسلا او كده طبعا انا بصراحة زيقتم موضوع الاسوايب ده شوية فبحاول اجرب الازرار يعني السوفتوير بطن دي بس ا لو حابب موضوع الاسوايب بس برضو موجود عادي جدا اني شوية اني مش هنزوح عقاط مخلية اداء الموبايل اي اكتر ما هو سريع لا سالس فهمي حسك بتجربة اداء كويسة طبعا الكلام ده كله بالنسبة للموبايل متوسط مش مقارنة بقى اي حاجة ثانية خلاصة اداء يعتمد عليه لو انت واحد بتستخدم سوشال ميديا بتستخدم الالعاب من وقت للتاني مش هيشغل باب جي على فكرة لان انا حاولت انزل باب جي ما نزلتش اصلا من على الاب ستور مش عارف ليه فم موضوع ده ممكن تحديد تحديث هواي انا معرفش بس ده الابداميين البطارية هنا برضو اربعة تلاف ميلي امبير والرقم كويس جدا برضو بالنسبة لفئة السريعة بتاعت الموبايلة على فكرة اداءها كويس جدا مش المزهلة او يعني لو هتفضلت استخدماتها تيام ولا يومين ولا حاجة لهم يدوب يوم كامل استخدام من متوسط لعالي هتكفي معاك اليوم بدون اي مشكل مشكلتها الوحيدة ان هي يعني يو اس بي عادي انا مش فهم ليه في موبايلات اصلا من شاومي في الفئة السريعة دي بتي دي كايك كل حاجة بالنسبة للنهاردة انتظر بقى شوية فيديوهات كتير للفترة اللي جاية